BMW من تبدع وتجيب العيد بنفس الوقت بالـ 98 طلعت الـ M5 E39 كان أقوى محرك عد BMW والـ V8 التنفس الطبيعي حطوا هذا المحرك على M5 اجت سنة 2004 روادة وينزلون جيل جديد من الـ M5 بس كان أقوى محرك عدهم هو الـ V8 السابق وحتى تكنولوجيا التربوات كانت متأخرة بوقتها فالحل الوحيد انه يحطون محرك أكبر بوقت السيارات الفورميلا 1 كانت تجي بمحركات V10 فقرروا الـ BMW يحطون محرك فورميلا 1 بسيارة شارع أو بالأحرى محرك مستوحى من سيارات الفورميلا 1 تعرفون يعني محركات الفورميلا 1 كل خمس أو ست سباقات يذبونها يعني نهائيا ما تصلح لسيارة شارع بس محرك الـ M5 بوقتها كان يعني مستوحى من سيارات الفورميلا 1 يعني مو نفسها بالضبط الحاصل جابوا الـ V10 وحطوه بالسيارة وبعوها للزبائن بدون ما يجربونها ويعرفون مشاكلها ويحلونها قبل لا تنطرح للبيع يعني الاشتراه يصير يعني يفار تجارب حرفيا محرك اسطوري وطربي لكن بمشاكل وبنظام الفانوس الـ Road Bearing Throttle Actuator Fuel Pump Ignition Coils على سبيل المثال أكو مسننات تتحكم بالـ Throttle Body هذه كانوا صانعينها من البلاستيك يعني هذه الحركة حسستني بها أنه سيارة أطفال مو أكوى سيارة سيدان بزمنها وهاي أول سيارة التعديل عليها يقلل من المشاكل ما يزيده لأن شركات التعديل صاروا يعدلون على القطع اللي دائما تخربوا بهذا المحرك ومرة سمعت أنه احتمال من تشتروا قطعة تغيار جديدة للسيارة من الشركة من الوكالة مع الـ BMW تطلع القطعة خربانة يعني تمشتريها من الوكالة جديدة تفتحها بالكارتونة خربانة يعني صاحبها مجبور يبدل القطع بقطعة معدلة مو ستوك ما عاد القير اللي كان عليها اللي مطير نص أداء السيارة حرفيا التبديل بها كان مناعس يعني القير ما متفاعلوا كتأخر بالتبديل يعني ما تحسي قير مال سيارة عشرة سلندر وبوقتها كانت الـ M3 عليها قير خرافي يعني المفروض كان قير الـ M3 يصير على M5 وأغلب من لك هاي السيارة ما ينصحون بشرائها أو خلي نقول لو تشتريها جديدة بوقتها وتدللها أكثر من نفسك لو تشتريها من واحد عاشق سيارات مضبوط يعني مهتم بيها تسوي لها الصيانة بوقتها الصحيح وهكذا ها جمعت الشبابيك كنت ضميت راسك بعد روحي ارتاحته السمو بس يا خانع شقال V10 صوتي نسيك كل ها المشاكل